نعم شكرا لك زميلي علاء أهلا بك وبضيوفك الكرام وبكافة المشاهدين إذن مشاهدين الأعزاء هذه هي الحلقة الثالثة من حملة الإجابة فلسطين التي أطلقتها القناة التاسعة بالشراكة مع عدد من الجمعيات والمؤسسات العاملة لنصف القضية الفلسطينية المركزية للأمة الإسلامية في الحلقة الثانية استضفنا في الستوديو الدكتور أسامة الملوحي رئيس هيئة الإنقاذ السورية والدكتور محمد المصري الأكاديمي والباحث السياسي والداعي الإسلامي الشيخ محمد ملمحمود الحسنات للحديث بخصوص دور أهل الشام في نصرة القضية الفلسطينية الدكتور أسامة الملوحي قال إن القضية الفلسطينية إذا نظرنا إليها ببعد جغرافي فسنشمل جميع بلاد الشام مشددا أن المجاهدين في سوريا وفي ميزة ولبنان قبل سنة الف وتسعمائة وثمانية وأربعين كانوا يحاربون العصابات الصهيونية وينفذون الهجمات عليها ولم يتركوا فلسطين مشددا على أن الشيخ مددين القسام حين ما ذهب يجاهد في فلسطين ذهب دفاعا عن أرض أقرب إليه من بعض المدن السورية من جانبه قال الدكتور محمد المصري إن فلسطين لا زالت في قلوب الجميع حاضرة في قلوب العرب والشعوب ولكن هناك ثقافة وتربية منذ عقود أدت لزرع أفكار من قبيل أن أي قضية خارج حدود القبطر الواحد غير معنيا بها ما أدى لخفوت بل لخفوت وهج القضية الفلسطينية مداخلة الشيخ محمود الحسنات في الحلقة الماضية مشاهدين تركزت على دور الشباب في نصرة القضية الفلسطينية ومقاومة الأفكار التي تستهدفه خاصة مع تيار التطبيع حيث أكد الحسنات أن القضية حاضرة في وجدان الشباب وعقولهم وأفئدتهم وما إقبال الشباب في المغرب على رفض التطبيع وردود فعل الشباب في مصر على صورة الفنان محمد رمضان إلا خير دليل الشيخ الحسنات أيضا ركز على دور العلماء والخطباء والدعاة والمربين لجعل القضية في المنابر وفي كل مكان لأن العدو الصهيوني يستهدف الشعوب والشباب في دعاياته والرهان يجب أن يكون على الجيل الجديد للحفاظ على أولوية القضية شارك معنا في الحلقة الماضية إذن مشاهدين الكرام عبر سكايب كل من الأستاذ محمد علي بيود المدير التنفيذي لمؤسسة منبر الأقصى الذي قال إن فلسطين والقدس ستظلان بوصلة قضية الأمة لأنهما روابط اجتماعي لا يختلف عليه العقلاء والأحرار والشرفاء والإحرار عز وجل جعل الأمة واحدة وجعل لها روابط مشتركة من بينها القدس شارك معنا أيضا شيخ علي اليوسف رمضية علماء فلسطين الذي قال إن الصوت الأعلى يجب أن يكون لفلسطين وللإجابة فلسطين وللاجئين الفلسطينين أيضا في لبنان وغيرها الذين عليهم أن يثبتوا لأن قضيتهم هي قضية فلسطين ولا يمكن لها أن تشطب من قبل أي قوة في العالم وإن احتاج الأمر فكل لاجئ سيرفع السلاح لتحرير فلسطين إذن كانت حلقة تفاعلية بامتياز شارك فيها عدد من المتابعين عبر فيديوهات فيما شارك مستخدمو التواصل الاجتماعي معنا على صفحاتنا للإجابة على أسئلة الحلقة التي كانت كتالي ما هو البلد الذي كتب اسمه على أول صك ملي في عهد معاوية ابن أبي سفيان كان عز الدين القسام نموذجا رائعا في التضحية والفداء في أي بلد كان يجاهد رحمه الله من أين صعد البوراق برسول الله عليه الصلاة والسلام يوم الإسراء والمعراج طبعا الإجابة كانت دائما وستظل دائما الإجابة فلسطين انتظروا أسئلة الحلقة الثالثة من حملة الإجابة فلسطين الآن مشاهدين الكرام أترككم مع زميلي علاء ومع ضيوفه الكرام نعم شكرا شكرا